إذن يعقد الحزب الديمقراطي مؤتمر 2024 لتتويج كامالا هاريس رسميا مرشحة للحزب بعد عام من التحضير رفقها إجراءات أمنية مشددة حيث سيتولى أكثر من 2500 شرطي تأمين الحدث يدعمهم المئات من العناصر الذين استقدموا من خارج الولاية ثلاثة أيام صعبة سيسعى الحزب الديمقراطي جاهدا خلالها لتسليط الضوء على رؤيته المستقبلية للبلاد هنا في مركز يونيتد سيكون التأثير الأكبر حيث الفعاليات المسائية التي ترافقها خطابات موجهة للجمهور أما الفعاليات النهارية فستكون في حيث أعمال الحزب الرسمية والاجتماعات الخاصة وسط توقعات بحضور جماهري ضخم يصل إلى 50 ألف شخص بينهم بالطبع قادة الحزب الديمقراطي منهم الرئيسان الأسبقان باراك أوباما وبيل كلينتون ووزيرة الخارجية سابقا هيلاري كلينتون بحسب أكسيوس الموقع الأمريكي أشار أيضا إلى أنه من المتوقع أن يتحدث الرئيس جو بايدن في الليلة الافتتاحية للمؤتمر موسيقى اشتركوا في القناة